أهلا بكم مشاهدين من جديد دايما اكتشاف المواهب في أطفالنا وتنمية قدراتهم مش بس دور الأسرة لكن دور الدولة كمان روان جاسر سوانطورة جميلة كده موهبة فنية مصرية صنفت كأصغر فنانة تشكيلية في مصر سنها صغير لكن موابتها كبيرة ما شاء الله عندها أكتر من مئة لوحة أبدعت في اللوحات اللي هي رسامتها وشفناها يمكن من خلال هذا التقرير كان لها معرض في دار الأوبرا المصرية معرضها كان عنوان تحت أربعة لأنها عندها الحياة دلوقتي خمس سنين بقول لأ أنت عندك أربعة أكي لا أربعة إيه أنا عندي خمسة فهي بتعتزها برقم خمس سنين وإن شاء الله يبقى عندها مليون سنة كده في كل خير وسعادة إن شاء الله عايزة رحب بروان جاسر زكرة وانا وانا اسمك بيقولولك وانا في البيت أوه بيقولولك وانا طيب أهلا بيك يا وانا كمان مش عرفنا ولدها لأستاذ جاسر خرشد أهلا بيك أستاذ جاسر أهلا بيك أستاذ جاسر حك مهندس صوت وفنان تشكيلي برده أهلا بيك قبل ما اتكلم مع الأستاذ جاسر فماشاء الله روان بقى يعني إيه عادنا ندردش أنا وهي مع بعض وإحنا بنتفرج على التقرير قالت لي إحنا عائلة كلها فنية العائلة كلها فنية حكي لي عن العائلة بقى بابا وماما وإنتي وإخواتك لا أخواتي مش فنانين أنت بس اللي فنانة أه وأختي رانوار رسمت طوحتين حلوين بس بس أنت عندك مية هي رسمت اتنين بس أنا ما عنديش مية أنا عندي أكتر أكتر من مية أكتر يا سلام بنا عندي دور فوق ودور تحت أنت ماليا البيت لوحات بقى لا مش ماليا البيت بقى فاضي مالهوش لوحات طب أنت بدأت ترسمي وأنت عندك كم سنة أنا عندي أربع سنين وخمس سنين يعني بقى لك سنتين بترسمي أه سنتين بس وعملتي الحاجات الكتيرة الحلوة دي نعم سنتين أعمال إيه سنة كتيرة قوي ونتي في سنة كم ما قلت ليش أنا كي جي وان كي جي وان وشاطرة آه جدا جدا طب ومين عندكو تاني فنان في البيت جدا 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 هنشوف الكلام ده آخر السنة بعد المتحنات قولي لي مين تاني عندكو فنان في البيت بقى غيرك أنت ماما وبابا بيعملوا إيه حكيلي بابا بيعني تمثيل فنان تشكيلي لا لا بالروحة واحدة واحدة قولي لي بابا بيعمل إيه بيعمل تمثيل عشان ما مش عارف جاوب زيك أنا بسألك ليه مش عارف هو يجاوب زيك لا لأ فنان تشكيلي بيعمل تمثيل في السينما تمثيل وماما فنانة تعمل إيه با؟ فنانة بتعمل إيه LO برضو أصلي أنا حقولك الفنان ده ممكن يرسم ممكن يمثل ممكن يصور كل دول فنانين بس أنا على الفكرة بعمل بالي وبرشم يعني كما بعمل حاجتين ده أنت فنانة شاملة بقى